ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وبهذه المناسبة نقل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين إلى الضباط الذين جرى ترقيتهم للرتب الأعلى وتكريمهم بالأوسمة تهاني حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء وتمنياتهما لهم بدوام التوفيق والسداد لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار خدمة للوطن تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه كما أصدر صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين أمره بترقية 4430 من الأفراد والمدنيين في مختلف الرتب والدرجات بقوة دفاع البحرين بهذه المناسبة وأصدر صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بمناسبة ذكرى تأسيس قوة دفاع البحرين أمره بمنح نوط الخدمة الطويلة من الدرجتين لـ 43 ضابطاً و 459 من الأفراد كما أمر معاليه بمنح نوط الكفاءة من الدرجتين لـ 106 ضباط و 757 من الأفراد وهنأ صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين الضباط والأفراد والمدنيين بمناسبة ترفيعهم مباركاً لهم ترقيتهم وتكريمهم بالأنواط داعياً أن تكون هذه الترقية حافزاً لهم لبذل المزيد من العطاء في ميدان العمل لأداء واجبهم الوطني في الدفاع عن الوطن وتحقيق مزيد من التقدم والازدهار لقوة دفاع البحرين متمنياً لهم التوفيق والنجاح في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه